السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد النبي الامين. اخواتي وحبابي الكرام جدد لقناة معكم من قناة التربيت الانراب مع ابو نرمين. لو عادي انزل تحت اشترك في القناة. فعل زر الجرس ادعم الفيديو بلايك. اه تحياتي لكل من نتابع القناة من جوا مصر من خارج مصر. تحياتي الجامعة الدول العربية والدول الاجنبين. حلقة النهاردة يا شباب. اه حلقة جميلة جدا 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 زي ما تعودنا معكم. على المفاجآت الحلوة اللي الارانب بتعملها معنا يا جماعة. طبعا اه انا سمرت لكم بارح. اه ونزلتوا على القناة الفيديو بتاع الارنب الفولين اللي ولدت. الارنب الفولين اللي ولدت. انا كنت ملقح اه الارنبتين مع بعض يا شباب. تمام? واحدة يوم اربعتاشر واحدة يوم خمستاشر واحدة يوم سبعتاشر. انا كنت ملقح تلات ارانب واحدة يوم اربعتاشر اللي هي الارنب البلجيك السفر بالشي كده يات يوم اربعتاشر وملقح الارنبة اللي هي الفولايين دهيت يوم خمستاشر وملقح الارنبة اللي هي النيوزولندي يوم سبعتاشر حصل مفاجآت يعني جميلة جدا يا جماعة يعني غير متوقعة بالمرة غير متوقعة بالمرة الارنبة اللي والدة اللي متلقحة يوم خمستاشر ولدت على معادها امبارح خمستاشر تمام? اه طبعا ولدت الصبح وسورتها لكم فيديو الصبح يا جماعة اول ما طلبتها والدة صورتها لكم ونزلت الفيديو موقعي على القناة. نزلت الفيديو على القناة. طبعا جيت بقى بعد ما اخر النهار بعدما صورت الفيديو تمام التام لقيت عندي الارنبتين التانين والده. اللي والدة يوم اللي متلقحة يوم اربعتاشر ولدت يوم خمستاشر اخر النهار. واللي متلقحة يوم سبعتاشر ولدت يوم خمستاشر اخر النهار. يعني ولدوا مع بعض يعتبر التلاتة في نفس اليوم التلاتة في نفس اليوم رغم ان الايام بتاعة التلقيح ايام وراء بعدها يعني اربعتاشر وخمستاشر وسبعتاشر يعني اربعتاشر وخمستاشر وسبعاشر يا جماعة ولدوا اه التلاتة مع بعض في اعتبر في يوم واحد ورغم انهم اتلقحين مع بعض طبعا اه دي القرنبة السفرة البلجيكي اللي دايما يعني معودانا بالمفاجآت الجامعين اللي هي اعتبر 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 ا دعنا دهمت بالصالح على النبي دهم ولاد ارنبتين اتنين. بسم الله ما شاء الله يعني. تمام يا جماعة? يبقى الارنامة البلجيكي هيت. السفرة دي. اهي. اواركوا بقى ولدت كم المراضي. تعالوا بقى نشوف ولدت كم يا جماعة. الارنامة دي تولدت ما شاء الله حضاشر انا. يعنيها متلقحة. يوم اربعتاشر. تمام? ولدت يوم خمستاشر اتنين العدد جايبها حكام حضاشر ارنب يا جماعة. تمام? بسم الله ما شاء الله همت. حاجة جميلة جدا. ارنبت يا جماعة. ارنبت. يلا بقى نعد مع بعض كده بالصالح على النبي. شايفيني الارنامة يا شاب مش مفقيني ازاي? عرفاني. يعني هي الارنابة عرفان. رغم ان الارنابة. الاي ارنابة بلجيكي بتبقى شارسة. تمام يا شاب رغم ان الارنابة ده عرفان. ما شاء الله دي والده احداشر يا شاب. انا واحد. تمام? اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشة. اهم يا جماعة. والده بالصالح عن النبي ادي تلاتة اسمر. تلاتة اسمر اتنين اهمت اسمر واحد اسمر بكده تلاتة. تمام? واتنين اسفر يا شباب اهمت. يبقى كده خمسة تمام? خمسة. خمسة بقى جايبها كم واحدة ابيض? ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة. يبقى كده جايب احداشر ارنب. ما شاء الله جايبها احداشر ارنب. ونادفى ما شاء الله ماليا الولادة زي ما انتم شايفين شاعرمت يا جماعة. جايبها احداشر ارنب ربنا زيد وبارك. طبعا دي برضي مفاجآت اللي الارنب بتعمله لنا على طول. بتجيب اعداد كبيرة. وانا ما بحبش اصلا والله الاعداد الكبيرة يا جماعة. يعني لاجل حظي كمان ان الارنبه اللي هي التاني والده والده ديت والده تماني. والارنبه النوزيلاندي برضو هسوركو برضو في نفس الفيديو يا جماعة. والده اه تسع. ولسه بكريجي اول مرة تولد والده كام? والده تسع ارنب. والده تسع ارنب يا جماعة. اباديت المفاجآت اللي الارانب بتعمله لنا. اه عشان برضو زي ما تعودتم معاكم دايما ان اي حاجة بتحصل عندنا ما نفرحكم. ولازم ان نوريها لكم يا جماعة. كل حاجة واحدة بواحدة كده. طبعا اه نغطى عليهم عشان الجو برد. تمام اهود. وطبعا اي ارنب يروح في رجنه كده يا جماعة لاتتلموا. تجيبهم في النص عشان برضو انهم يتدفوا. علشان وقت الرضاعة الارنب كلها كام تقولها ترضع. ترضع من الام. يعني وقت الرضاعة يا جماعة الارنب كلها ترضع ايه? من الام. اهي ما شاء الله ندفع شعر كتير ايه. وما شاء الله. حاجة محترمة جدا. ارنب احنا هنا على ولاده. تمام? وهي دي الارنب اي شباب البلجيكي ديت. بسم الله ما شاء الله. هي دي الارنب. شايفين عاملة ازاي? طبعا نبقى يا شباب ان شاء الله انا اتدام ضد حيوي. بعد الولادة. اه اللي هو تاني يوم الولادة على طول. وتالت يوم بديها نص سنتي الفماج علشان خاطر. الفماج بيحسن من صحة الام. بالنسبة للددان اللي عندنا وعندها ايه ددان اي مشاكل ايه? في التفايلات. الدداء بتاع الفماج بيقدر يتعامل معها. وبيخلصنا من الحاجات دي يا جماعة. طبعا وعندها برضو اتنين سنتي كالسام واتنين سنتي كافوزال بحيس ان احنا برضو نشط صحة الام. لان زي ما انتم عارفين ان الكلسام مفيد جدا للارانب. وبينزل للبن مع اللبن للارانب اللي بترضع يا جماعة. وكزلك برضو الكافوزال او اللي هو يعني منشط غزاء كويس جدا بالنسبة ايه? بالنسبة للارانب. بالنسبة للارانب. وطبعا دي الانتاج اللي موجودة همت يا جماعة. تمام? وطبعا دي الارنبة ديت برضو على وش ولادة. تمام? والارنبة ديت ما شاء الله هيات. فاكر انا مال يا شباب الدوتش. تمام? حاجة محترمة جدا. ادي ما شاء الله انتاجة هوت. تمام? حاجة محترمة جدا انا يا شباب. ان شاء الله. حاجة زي الفل. ماشي. هوت حاجة محترمة. بسم الله ما شاء الله. تمام? اهو. ادي الارنبة الفلاين. يولدت. Chen Thermal. تمام? واأي برضو. ولادة همت زي ما انتم شايفين همت شايفين. احنا في الفيديو اللي انا سارهوكم بارح. تمام? اهيات. ادي الارنبة الفلاين. اللي والدي. وزي ما انتم شايفين همت ادي ولاده. ان شاء الله. حاجة ملها جدا وعدها عاملة hardened Be Renault بسم الله ما شاء الله مالية المولادة شهرة بالسالع النبج. تمام يا جماعة؟ طبعا ادي مال الارنبع البابيون بخلفتها. وقادي الارنبع السلفر ايه بخلفتها جماعة ايت برضو بخلفتها تمام. وقادي الارنبع اللي هي بلست اللي برضو بتعملها مفاجآتها على طول هي تمام? وادي مشاء الله الانتاج بتاعي. قادي ايه? الانتاج بتاعي يا جماعة اهو. الاناتاج الانتاج بتاع الأرنبه هاي بالاصل تمام حاجة ما شاء الله حاجة محترمة شايفين الولاده ما لانا خير لهم يا جماعة ان شاء الله ولادة ما لانا خير غير برضو لسه برضو فبرة واحدة بره اياد ودي الولاده في الخير يا جماعة تمام ان شاء الله هنوقف الفيديو وهنوروك برضو الأرنبة برضو اللي هي النيوزيلاندي اللي والده في المكان التاني. firmware الارنابي الان يا جماعة. الالد في المكان التاني. استنوا انا لا يطركوا اش بايد. ورجعنا لكم تانا يا جماعة بعد ما نقلنا في المكان التاني يا جماعة دي المكان التانى يا حوات. الى احنا برضو بنصور فيه. تمام? وبعد ما شاء الله اللى ارانو بالاحلال. اللى احنا سي بحمين لحوة جماعة. اوات حاجة ما شاء الله حاجة محترم زى من شايفين هوات؟ الصالحة النبي حاجات روعة. تمام يا شباب؟ وهادي برضو حاجات برضو جميلة محترم هيات. ماشي. هنوريكو بقى الارنبا النزولاندي. الارنب يا جماعة ليه نزولاندي يا ايات. ماشي. شايفين الشعر يا شاب اللي انا كنت ندفعه ما كان لسه ما كان في البلاد ده هوات. في البتاع اللي عين هوات. تمام الارنبا يا جماعة. ان شاء الله حاجة محترم جدا. ما شاء الله. حاجة جميلة. وهوريكو الخلفة بتاعتي. هي برضو ولدت ان شاء الله. مبارح. ما شاء الله يا ات. ما شاء الله حاجة حاجة محترم يا جماعة. لسه ده ارنبا بكرية. اول مرة تولد. ما شاء الله. والدة كام. والدة. شايفين يا جماعة? شايفين ما شاء الله? والدة تسع ارانه. ومرضعوهم ما شاء الله شايفين Assass repaired ازاي يا جماعة لل monk? شايفين? والدة كام تسع ارانه جايه جايه وم شاء الله. ايه اربعة. اصفر خمسة اصفر. غمتع الواحد اثنين واحد اثنين تلعة اربعة خمسة اصفر. تمام? وجايب اربعة ابيض الواحد اثنين تلاتة اربعة. والدة تسع ارانة بشابه لسه بكرية اول مرة تولد اول مرة تولد يا جماعة وزي ما شايفينها ايها ايها ادي الارنب ايها نيوزلندي تمام ان شاء الله حاجة محترمة وايها دا الخلفة بتاعتها بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة جدا الصلع النبي يعني شايفين يا جماعة اه ايها دا برضو الخلفة بتاعت ايه الارنب طبعا انا حبيت اني افرحكم معي هنغطوهم بقى كده من البرد تمام شايفين يا جماعة يعني فايدة القاش بيزبط بيزبط معاك في الشعر القاش اللي احنا عاملينه بيزبط معاك فين في الشعر وفايدة الكارتون يا جماعة اللي احنا عطينا تحت هنا كده بتحمي الشعر انهم يقعشي تحت انهم ينزلش تحت النين من الولاد يفضل الشعر موجود حامي الارناب حامل الارناب الصغير وايه يا جماعة دي الارناب ايت ما شاء الله حاجة حاجة محترمة جدا زي ما ان شايفينه اوت حاجة روعة. ورصة بسة بكرية. وجايبة ما شاء الله عدد كويس جايبة تسعة اول مرة ستولد. سمان شايفين يا تجامعة ديت اه اه كانت حلقة النهاردة. وقادي الانتاج هنا برضو لدي الارنبع الريكس الالماني. هوت ما شاء الله. حاجة برضو حاجة محترم هوات شايفين. شايفين يا جماعة العلافة الاضافية ديت. ديت مهمة جدا. مهمة جدا يا جماعة. قادي الانتاج جواد. بتاقي الريكس الالماني من شاء الله حاجة محترمة. قادي الاميات. وقادي ايه? وقادي النتاج بتاعها. اهو. كلهم طلب مرة ما شباب. تمام? وقادي برضو ارنبع اسكندرية. تمام? وقادي الانتاج بتاعها. ده ده النجاح يا جماعة يعني يا شباب. يعرفين دي النجاح. دي النجاح. ده نجاحك في مكانك. شايفين اللي عملت ازاي ما شاء الله? ده نجاحك في مكانك. ان ما تلاقي في خير عندك في العيون. والعيون في خير يا شباب وفي انتاج. يبقى تعرف كده ان انت ناجح في مكانك وعندك خير وعندك انتاج. يبقى تعرف انت ناجح. اما لو العيون فاضي يبقى مش في انتاج. يبقى انت كده شغولك كله في الفاضي شغال بمعنى صح في الخسارة. وطبعا دي كانت حلقة النهار دي. علشان ما اطولش عليكم. اوقعتين سانزل تحت اترك في القناة. فعل زر الجرس. ادعم الفيديو بلايك. اشكركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.